موسيقى الروح القدس لاهوته وطبيعته وأعماله موسيقى بسم الله والابن والروح القدس الله واحد أمين كنت تكلمتكم المرات اللي فاتت عن بعض ألقاب الروح القدس وتعرفنا منها عن كتير عن لهوت الروح القدس وطبيعة الروح القدس وعمل الروح القدس النهاردة بنعمة ربنا ده اللقاء رقم ستة أو المحاضرة الستة عن الروح القدس وهكلمكم فيها عن عمل الروح القدس فينا عمل الروح القدس فينا طبعا احنا ذكرنا بعض الحاجات واحنا بنتكلم عن الألقاب ولكن المرة دي هنبتدي بتفصيل أكتر إن احنا نتعرف على عمل الروح القدس فينا وممكن الحقيقة قدي عنوان آخر لهذا الموضوع أقول عمل الله بالروح القدس فينا وليه أنا اخترت العنوان ده ده اللي هقوله حالا دلوقتي الغريب في العبري إن اسم الله يهوى ده عبارة عن فعل مش اسم فعل يعني اللي يدرس شوية في العبري إلى الأربع حروف بتاعت يهوى اللي هي يود هي واو وهي الأربع حروف هي بداية أرأة تلت تصرفات لفعل يكون فالحرف الأول بداية الفعل اللي بيقول سأكون والحرف التاني اللي هو الهي هو بداية الفعل اللي معناه كنت وحرف الواو أو الفاف زي ما البعض ينطقوا هو هو اللي هو أند يعني حرف العطف والحرف التاء الرابع هو بداية الفعل في تصريفه في الحاضر أكون طبعا أنت تلغبطته لكن هولا كده على بعضيها يعني اسم يهوى في اللغة الأصلية مش مجرد اسم ولكنه فعل وهذا الفعل معناه سأكون وكنت وأكون أو أقولها بالراجع أنا أكون دلوقتي أنا كنت في الماضي وأكون دلوقتي وسأكون بعد كده اللحلة بنقولها باللغة العربية الكائن والذي كان والذي سيكون زي ما جاء في في سفر الرؤية ففي سفر الرؤية واحد ثمانية يقول عنه الرب الكائن والذي كان والذي يأتي كلمة يأتي بمعنى سيكون القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي فإذا كان اسم الله هو فعل مرتبط بالكينونة أنا اللي كنت وأنا الكائن وأنا اللي هكون يبقى نحس من كده أن الله في حالة عمل دائم في حالة عمل دائم عشان كده كنت أقول لكم إحنا ممكن بدأ من نقول عمل الروح القدس فينا نقول عمل الله والروح القدس فينا فالله هو الآب العمل اللي لا يكل عن العمل تعرفوا مين فهم الحكاية دي كويس قوي وكان لازم طبعا يبقى فهم لأنه مدخر فيه كنوز الحكم والمعرفة وقالها للناس بصراحة هو الرب يسوع نفسه في يحنى خمسة سبعتاشر قال أبي يعمل حتى الآن ما سكتش دايما في عمل تعرف لو ربنا وقف عمل إلا يحصل لو ربنا وقف عمل هتلاقي الكواكب كلها خبطت في بعض والنجوم خبطت في بعض والناس خبطت في بعض العربيات خبطت في بعض الأطرات خبطت في بعض تيارات خبطت في بعض كل حاجة ترتبك في العالم وفي الخليقة لو كان الله وقف عمل حتى ربنا يسوع المسيح قال الآب الحل فيه هو يعمل الأعمال الله شغال الله عمل اللي خصنا في محاضرة اللي دي هو عمل ربنا فينا احنا فينا احنا النبولس الرسول بيقول الله هو العامل فيكم أن تريد وأن تعمل ومن أجل المصر يمكن احنا مش واخدين بالنا من الحقيقة دية ان احنا مش شغالين كده بمزاجنا وبقرادتنا عشان نقدر نعمل أعمال حسنة أو نقدر ان احنا نورد ربنا ولكن عشان أعمل عمل عشان أريد أن أعمل عمل وعلشان أعمل هذا العمل دي بقوة إلهية شغالة جوايا إن الله في فليب 2 13 يقول الله هو العامل فيكم أن تريد وأن تعمل من أجل المصر لو تذكروا في المحاضرات اللي فاتت أما تكلمتكم عن النفس ونسمة الحياة وإزاي ندي من الروح القدس النهاردة عايز أقول لك حاجة تانية إن كل عمل أنت بتعمله هو بقوة من الله الله اللي بيحرك فيك الإرادة إنك تعمل عمل صالح والله هو اللي بيديك القوة إنك تعمل عمل صالح أصبح إن الله مش بعيد عننا ولكن الله في الفكر المسيحي هو إله يعمل فينا إله فينا ويسكن فينا ويعمل فينا زي ما قال بولوس الرسول في عمل 17 27 28 قال إنه عن كل واحد منا ليس بعيدا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد عن كل واحد منا ليس بعيدا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد مجرد إن أنا بتحرك مجرد إن أنا عايش مجرد إن أنا حي وبتحرك موجود ده ده دليل إن الله عايش فيها ده دليل إن الله عامل فيها دليل إن الله عامل فيها النهار ده عايزك تخرجوا بإحساس جديد أو لو كان موجود بإحساس أقوى إنه أنتو فيكو حاجة إلهية فيكو قوة إلهية فيكو إله بيعمل بروح الكدوس الإله الله الآن بيعمل فيكو بروح الكدوس للحياة للحركة للوجود للإرادة للعمل الصالح وغير ذلك كتير لما إحنا بنكلم عن عمل الروح الكدوس مش معناها إنه نحن نتكلم عن عمل شخص آخر غير الله أنا عايز الفكرة دي تطلع من أزهلنا خالص لأن إحنا أحيانا نظل إن إحنا بنكلم عن عمل الروح الكدوس بنتكلم في موضوع تاني عن عمل الله لا هو موضوع واحد ونقدر إن إحنا نربطه بعض إن إحنا لما بنكلم عن عمل الروح الكدوس إحنا بنكلم عن عمل الله بالروح القدس عمل الله بالروح القدس عشان كده قلت لكم أنه ممكن نغير العنوان عمل الروح القدس فينا أو نطوله شوية ونفصله شوية نقول أنه عمل الله بالروح القدس فينا ولكن يمكن باختصار أو للاختصار نقول عمل الروح القدس ولكن الناس تفتكر ان احنا بنتكلم عن موضوع جديد لا احنا بنتكلم عن عمل الله بالروح القدس لانه في الكتاب المقدس لما بيتكلم عن عمل الله بيتكلم عن عمله بالروح القدس واديكم مثال كده مثال كده في كورنسوس الاولى 12 ستة بوز الرسول بيقول لأهل كورنسوس يقول لهم الله واحد الذي يعمل الكل في الكل يبقى مين اللي بيعمل مين بيعمل هنا حسب كورنسوس الاولى 12 ستة مين بيعمل صحين معي مين اللي بيعمل الله الله واحد الذي يعمل الكل في الكل يرجع في كورنسوس الاولى 12 11 يقول انه روح الله هولى اللي بيعمل الأعمال دي يقول إيه ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسمة لكل واحد بمفرده كما شاء يبقى مين اللي بيعمل هل الله اللي بيعمل ولا الروح القدس اللي بيعمل السؤال مش مظبوط لأن الإجابة أنه هو الله اللي بيعمل ولكنه بيعمل بيه يعمل بالروح القدس يعمل بالروح القدس مثال الموضوع ده يعني واضح ليكم وبسيط ومفصل أنه أي فصل ما بين عمل الله وعمل الروح القدس ده حاجة نظرية ولكن مش حقيقية لأن في الحقيقة أن أي عمل بيعمله الله بيعمله الله بالروح القدس بيعمله بالروح القدس طبعا فيها مثلة كتيرة ولكن هتوضح أكتر لما نتكلم عن عمل الله بالتفصيل فينا بالروح القدس أنا ذكرت قبل كده بنعمة ربنا في مرة فاتت أنه من أوائل عمل الله فينا بالروح القدس هو نسمة الحياة لما الله نفخ ودينا روح الحياة جعلنا نفسا حياة فالكلام ده كلمنا فيه قبل كده ومش هنتكلم فيه بالتفصيل النهاردة ولكن اللي عايز أقوله النهاردة هو مرحلة تانية أو امتياز تانية من العمل يبدأ هذا العمل بالولادة الجديدة بالروح القدس اللي احنا بنسميها الميلاد التاني الولادة الجديدة بالروح القدس من خلال المعمودية بالماء والروح باسمه الرب يسوع هنا يبتدي عمل جديد أو صورة جديدة أو مرحلة جديدة من مراحل عمل روح القدس يعني أنا خدت نسمة الحياة واتولدت بالجسد أجي في المعمودية أخذ عطية تانية وتولد بقى من الروح نسمة الحياة ادتني قدرة أن أنا بأكون موجود أن أنا عايش وما زلت عايش وبتكلم وبتحرك وبشتغل وبعمل زي زي أي إنسان في نسمة حياة ده المستوى الأول عايش جسدي حي ولكن في المعمودية بقى ليا روح حية بقى ليا كيان تاني مولود من الله مولود من الله بنسمة الحياة أنا تولدت من أبوي وأمي ولكن بالمعمودية أنا تولدت من الله نفسه من روح الله نفسه إنسان روحاني ولي قدرات روحية خاصة طبعا أكثر مثال بيشرح الكلام ده هو لقاء ربنا يسوع المسيح مع النقود يموس فما قال له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله يعني إحنا أنت تولدت من تحت يعني تولدت من أبوك أمك مطلوب إنك أنت تتولد من فوق فنقود يموس زي زأي واحد غريب قال له يعني إيه يعني أنا أدخل بطن أمي تاني وتولد مرة تانية فالرب يسوع قال له إيه إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله المولود من الجسد الجسد هو والمولود من الروح هو روح هنا فيه ثلاث حقائق قالهم ربنا يسوع المسيح لنقود يموس لو أنتم صحصحين هتبقى خدتوا بالكوا إيه الثلاث حقائق دي الحقيقة الأولى إن لازم ولادة تانية لازم ولادة تانية والحقيقة التانية إن من غير الولادة التانية ما ندخلش السماء ما ندخلش ملكوت الله وما ندخلش ملكوت الله يعني لا يعمل فينا الروح القدس ولا يكون لنا نصيب ومراس في الحياة الأبدية والحقيقة التالتة حد خد باله أقول لكم الأياتين تانية وحاولوا تاخذوا باكوا إيه الحقيقة التالتة قالوا إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله المولود من الجسد الجسد هو والمولود من الروح هو الروح وقبل كده في عدد ثلاثة قالوا إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرس ملكوت الله قلت إن فيها ثلاث حقائق روحية الحقيقة الأولى إن لابد من ولادة جديدة والحقيقة التانية إن بدون الولادة الجديدة ما فيش إيه مراس ملكوت الله أما الحقيقة التالتة حد خد باله حد خد باله الحقيقة التالتة إن الميلاد التاني هو ميلاد من الروح عشان الإنسان يبقى روح زي ما شرحت لكم المرة اللي فاتت إن احنا ممكن نرتبهم بالراجعة تاني إزاي؟ بالراجعة تاني إنك لازم تتولد من الروح لازم تتولد من الروح تبقى روح عشان تقدر تدخل ملكوت الله ولما تتولد من الروح عشان تقدر تدخل ملكوت الله ده اللي بنسميه إيه الميلاد التاني أو الولادة الجديدة يعني أنا مطلوب إن أنا أتولد مرة تانية من الله أتولد مرة تانية من الله ونشكر ربنا طبعا بالنسبة لنا كأرثوزوكس إن احنا كلنا اتولدنا من الماء والروح لأن كلنا اتولدنا من المعمودية مقدسة عشان كده كتير من الأباء بيتكلموا عن المعمودية أنها الأم الجديدة أو الأم التانية لما اتولدنا من المعمودية اتولد فينا كيان جديد أو بقى لنا هوية جديدة أن احنا بقينا أولاد الله يعني في الميلاد الجسدي بقى أنت ابن فلان وفلانا ولكن مجرد أنك طلعت من المعمودية بقى اسمك ابن الله أو بنت الله أن الروح القدس أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب يعني بقينا احنا زي موحد يقول لابوه يا بابا يقول لربنا يا بابا يا أبويا لأن فيه الروح القدس بيصرخ يا أبا الآب فالخطوة الأولى من عمل الروح القدس فينا هو الميلاد التاني أو الولادة الجديدة من الماء والروح في المعمودية طب إيه اللي حصل ده أنا أنا حكيمكم الولادة بنعمة رباني على حياتكم ممتعة جدا يمكن ونخد شوانا منها إيه اللي حصل تاني حاجة حصلت بعد ما دخلت المعمودية وطلعت فالروح القدس اشتغل الداني الميلاد الجديد والداني غفران الخطايا غفران الخطايا فالمعمودية المعمودية في المعمودية الله بيمنحنا تاني عمل من أعمال الروح القدس في حياتنا إن احنا ننال غفران الخطايا وغفران الخطايا ده مش بيتم إلا بموت بحياة وموت وقيمة المسيح تب إيه اللي دخل المعمودية في الموضوع ده وإزاي الحجاية دي حصلت أولا أنا عايزة أقول لك النتيجة وبعدين أقول لك حصلت إزاي النتيجة إنه المعمودية الإيمان بالمسيح والمعمودية النتيجة إنك بغفر ليك الخطايا طبعا كل الخطايا اللي فاتت بتغفر ليك ففي أعمال اتنين سبعة وثلاثين لما ساموا عزة بطرس الرسول يوم الخمسين وقال له طب نعمل إيه نخص في قلوم قال له نعمل إيه قال له هم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا أعطية الروح القدس قال له أول خطوة تتوب وتتعمد ولما تتعمد تتغفر ليك الخطايا وتقبل أعطية الروح القدس نفس شاول بعد ما شاف الرؤية ورحل حنانية حنانية قال له قم واعتمد واخسل خطاياك داعيا باسم الرب يسوع إزاي ده بيحصل غفران الخطايا في المعمودية لأنه إحنا في المعمودية بنحسب على أننا دفننا مع المسيح وأمنا مع المسيح زي ما قال كده مدفنين معه في المعمودية مدفنين معه في المعمودية فلما دفننا مع المسيح أو موتنا مع المسيح يعني إيه موتنا مع المسيح يعني موت المسيح اتحسب لينا وقيامة المسيح اتحسبت لينا موت المسيح وذبيحة المسيح اتحسبت لينا وقيامة المسيح اتحسب لينا وفرح الآب وقبوله لزبيحة المسيح اتحسبت لنا وكل ده اتحسب لنا ووصل لنا بالروح القدس لما اتدفن في المعمودية لما اتدفن في المعمودية أصبح لما اتدفنت في المعمودية ما بقاش بس المسيح هو اللي مات وقام بقى انا وانت وانت متنع مع المسيح وامنا فصرنا في موضع سرور قلب الله وغفر لنا الله الاب كل خطيانا غفر لنا كل خطيانا زي ما قال بوليس الرسول زي ما ان الخطيئة دخلت بتعدي واحد الخطيئة والموت دخل بتعدي ادم الاول والموت دخل معها هكذا النعمة والبر دخل بانسان الواحد بيسوع المسيح ربنا فبقى لينا نصيب في الغفران وفي فرح قلب الاب وفي بر المسيح لما اتدفن في المعمودية وخرجنا من المعمودية فانا اتكلمت دلوقتي على حاجتين او عملين في الواقع حبائي هو التفصيل ده بس من اجل الشرح لكن هي مش بتحصل يعني خطوة خطوة كده كله بيحصل مع بعض وداخل في بعض لكن احنا بنحاول نفصلها كده مجرد ان احنا عايزين نفهم هو ايه اللي بيحصل بالزبط او ازاي الروح القدس بيشتغل فينا بالزبط فحد يقول لي اول عمل خناه من روح القدس ايه بعد نسبة الحياة او بعد الولادة بالجسد اول عمل خناه هو ايه الميلاد الجديد فين في المعمودية بالروح القدس صرنا فيها ايه اولاد الله وارسين لملكوت الله او مدعوين لميراس ملكوت الله وصرنا فيها طبيعة جديدة المغلوم من الروح هو ايه روح الحاجة التانية العمل التاني من عمل الروح القدس اللي خدناه في المعمودية هو ايه غفران الخطايا غفران الخطايا حصل ازاي لان احنا في المعمودية حصل ايه اتدفننا مع المسيح وقمنا مع المسيح فاتحسب لنا ايه موت المسيح وقيامة المسيح فاتحسب لنا فرح الآب السماوي وبر المسيح تحسب لنا فاتغفرت لنا كل خطيئنا بإنسان واحد كانت الخطيئة والموت وبإنسان واحد كانت فيض النعمة والبر بعد المعمودية أو عندنا في التقص الأرثوذوكسي الإبترثوذوكسي في نفس يوم المعمودية أو بعد المعمودية مباشرة بندهن بالروح بالميرون وبذلك يسكن فينا الروح القدس فإحنا خدنا كينونة جديدة في المعمودية نحن تحسبنا أولاد الله وخدنا غفران للخطيئة يعني ربنا قال خلاص أنا مسامحكم على كل الخطايا وبعد ما خدنا غفران للخطايا الله هيقول لنا أنا هسكن فيكم بالروح القدس هسكن فيكم بالروح القدس يعني إيه الله يسكن في الإنسان بالروح القدس معناه أن الله يهيمن بالروح القدس على كيان الإنسان الداخلي وتلاقي أبونا كده في سر الميرون ماسك زيت الميرون وعمال يرش كل عدو من أعضاء الإنسان وكل مفصل من مفاصل جسم الإنسان عارفين كم رجب الشطرين في التقوص كام ها 36 36 أنتم ذكرين هوا كويس صح صحيحين كمان وده معناه أبونا بيرش من العينين معناه أن العين دي الظاهرة بقى ليها كيان روحي باطني أنها تنظر نظرة مقدسة قدرات مقدسة للعينين بالروح القدس لأن روح القدس سكن جوه معناه أن الأزن الظاهرة دي بقى ليها قدرة روحية لأن فيه أزن داخلية تخلقت في الإنسان الجديد اللي تخلق جوه الإنسان الروح الجديدة تخلق جوه الإنسان بسكنة الروح القدس معناه أن كل مفصل من مفاصل الإيدين والرغلين والزهن والقلب وكل حاجة كلها بقى تشغال أعضاء تمثل أعضاء عاملة بالروح القدس بقى فيها كيان روحي من جوه الروح القدس سكن جوه الإنسان أنا عايزك النهاردة وأنا عايزك النهاردة تعرف أنت مش إنسان طبيعي يعني لو حد قالك أنت مش إنسان طبيعي تقوله أنت بتشتمني أو حد قالك أنت مش إنسان طبيعي أقول أنت إيه ده بتشتمني لا يا حبائي أنت فعلاً مش إنسان طبيعي وأنت فعلاً مش إنسان طبيعي وأنا مش إنسان طبيعي لأن فيها حاجة غير طبيعية فينا حاجة فائقة للطبيعة إحنا فينا روح الله القدوس سكن فينا روح الله القدوس عشان كده بقى تصرفاتنا مش زي تصرفات أهل العالم لأن فينا قوة وقدرات وإمكانيات الروح القدس بس عايزة اللي يعرف إن هو يطلحها يكشفها يفعلها اكتيفيت حلو قوي هنا في التكنولوجيا الحديثة كل حاجة يقول لك اكتيفيت اكتيفيت يعني شغالها أي معاك بس شغالها خد التليفون بس اكتيفيت خد الاكاون بس اكتيفيت خد الكارد بس اكتيفيت شغلوا خليه يشتغل تدي له فرصة إنه يشتغل تدي له فرصة إنه يشتغل يعني الكارده يبقى في إيدك ما تقدرش إنك إنت تشتري به أو تصرف به أو تعمل به أي حاجة من غير ما تعمله إيه اكتيفيت مش كده يعني يقول لك خليه يشتغل ادلو فرصة افتح له عشان يشتغل افتح له عشان يشتغل عشان تقدر إنك إنت تدبر أمورك وتعيش وتسعد وتفرح رب يسوع المسيح بيقول إن أحبني أحد يحفظ كلامه ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا إليه نأتي بيكلم عن مين بيكلم عن الله القاب بيكلم عن الله القاب بيكلم عن الروح القدس بيكلم عن السلوس القدس أن يسكن الإنسان إزاي أنت مسكن للسلوس إزاي بسكن الروح القدس فيك أنت مسكن السلوس أنت فيك القاب أنت فيك الإب أنت فيك الروح القدس طبعا بنعمة الروح القدس اللي سكنت فينا وبوليس الرسول يقول تتأيده بالقوة بروحه في الإنسان الباطن هو فيه إنسان ظاهر وفيه إنسان باطن طبعا إنسان ظاهر هو أنا زي ما أنتوا شايفين كده إنسان ظاهر هو حضرتك والصورة الفوتوغرافية اللي بنصورها لك وبتحطها على الفيسبوك إنسان ظاهر هو أنت زي ما بتتصواري وزي ما بتطعفه قدام المراية وبتشوف نفسك لكن إنسان باطن هو كيانك الداخلي كيانك الداخلي وكيانك الداخلي ده بيقول إنه يتأيد بالقوة بروحه تتأيده بالقوة بروحه في الإنسان الباطن فالروح القدس دخل فينا بالميرون المقدس وسكن فينا بالميرون المقدس مش علشان مجرد إنه يسكن فينا ونبه هياكل والروح وخلاص ولكن علشان الروح يشتغل فينا ويعددنا ويأذرنا ويساعدنا بالقوة في الإنسان الباطن فبقى الإنسان المسيحي الحقيقي ما بقاش مجرد إنسان ظاهر ومنظر من برة وأي حاجة وأي كلام في السلوك أو في العمل أو في التصرف أو في التفكير ولكن بقى إنسان جواه إنسان باطن إنسان باطني إنسان له قوة خاصة متأيد بعمل الروح القدس ده هو روح الحق اللي قال عنه ربي إنسان النسيح روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم حد عرفه قال للعالم مش يعرفه بس انتها تعرفوه تعرفوه إزاي قال يا جماعة ده معاكم وساكن فيكم اللي لسه مش عارفه الروح القدس يعفوه النهاردة يصلي من قلبه ويصرخ يقول له بقى يا ربي أنا في روحك وأنا مش دريان يا ربي أنا ساكن في روحك وأنا مش مكتشف هذه الحقيقة بقى أنا ساكن في روحك وأنا مش عايش على هذا المستوى مش عايش بالروح القدس بيقول لك العالم لا يعرفه أما أنتم فتعرفونه إذا كان العالم لا يعرفه اسأل أي واحد مسلم اسأل أي واحد غير مسيحي هندي بوزي قل له الروح القدس ده إعباره عن إيه محدش هيجاوبك صح محدش هيجاوبك صح لكن ربي يسوع المسيح بيقول لك أنتم مفروض تبعوا عارفينه لأن ده روح الحق الماكس معكم ويكون فيكم جواكم مش معاكم بس بيساعكم من برا ده فيكم ده فيكم من جواكم من جواكم فاتمتعنا بسكن الروح القدس أنا ذكرت ثلاث أعمال من أعمال الروح القدس دلوقتي بعد الأولادة الجسدية العمل الأول الميلاد اللي إيه الجديد ده خلناها المعمودية العمل الثاني غفران الخطايا اللي خلناها في المعمودية طبعا الخطايا اللي بعد المعمودية بتتغفر بالتوبة واللي اعترافه سر التناو المقدس ودي حاجة اللي بنتكلم عليها في حوات آخر لما نتكلم عن عمل الروح القدس والأسرار الحاجة الثالثة اللي خدناها من الروح القدس أو من عمل الروح القدس هو سكن الروح القدس ولما نتكلم عن سكن الروح القدس معناها او مرتبط بيها تماما ان احنا صرنا هياك للروح القدس قرنسوس الاولى 3-16 انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم طبعا حافظين الاية دي بس مش واخدين بالكم منها انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم يا ربنا النهاردة بيكلمك بيقولك انت هيكل ربنا بيقولك انت هيكل ربنا انت هيكل ربنا وروح الله ساكن فيكم يعني كل واحد وكل واحدة فينا عبارة عن هيكل لله متحرك على الأرض أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم في كورسوس الأولى ستة 19 أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم ده برصة رسول يعني على مستوى العتاب أو التنبيه للضمير والوعي يقول لك ما انتش عارف ما انتش عارف أن جسدك ده هو هيكل الله وروح الله سكن فيه ما انتش عارف الحكاية دي أنك هيكل الله وروح الله سكن فيك أنا مش عارف إن أنا هيكل الله وروح الله سكن فيك مش أنا بقول لكم أنا مش إنسان طبيعي بقول لكم انت مش انسان طبيعي انت مش انسان طبيعي الالها دي تخرج من الكنيسة تقول انا مش طبيعي انا مش طبيعي انا مش طبيعي انا فعلا مش طبيعي النهاردة يمكن اكون كنت عارف الكلام ده وحافظ الكلام ده صام لكن يمكن ما كانش دخل لوعي من جوه بهذا العمق ان انا هيكل الله وروح الله ساكن فيها ارجو ان يكون هذا الشعور فعلا يكون دخل في اعماقك ودخل في كيانك من جوه انك هيكل الله وروح الله ساكن فيكم اخدنا مسحة من القدوس مسحة بتعمل اعمال كثيرة فينا هنتكلم عنها اه مرات جاية كتير قوي هذه السكنة من روح القدس فينا هي السكنة دائمة الى الابد ما هي السكنة معقتة الفرق في العهد القديم والعهد الجديد في حلول الروح القدس ان في العهد القديم كان الروح القدس يحل على الشخص يعمل عمل معين وخلاص وخلص الموضوع ممكن يحل عليه مرة تانية ممكن يحل عليه يقول نبوة وبعدين يحل عليه تاني يقول نبوة تانية او ممكن يحل عليه يعمل عمل ويمكن يحل عليه يعمل عمل تاني أو ما يحلش عليه وما يقدرش يعمل حاجة طبعا لعلكم تعرفوا قصة شمشون إزاي أن الروح القدس لما حل عليك ليه هذه القدرة العجيبة والقوة العجيبة ولكن لما فارقوا الروح القدس قدروا أنهم يزلوه ويربطوه في الطحونة ويفقوا عينيه ويستهزأوا به ولكن جه حل عليه ويرحى القدس مرة تانية قدر يهد المعبد على نفسه وعلى اللي فيه ولكن للأسف راح شمشون في الموضوع كله فالروح القدس في العهد القديم كان بيحل على الأشخاص حلول مؤقت لعمل معين أما في العهد الجديد فحلول الروح القدس علينا هو حلول دائم سكنة دائمة أنا بطمنك وبطمنك أن نروح القدس فيكم ساكن حتى لو إحنا طفناه أو حتى لو إحنا ما دينا لهش فرصة نشتغل أو حتى لو إحنا ما اكتشفناش القدرات الإلهية الساكنة فينا يحنا 14 عدد 16-17 شوف رب المجد يسوع يقول إيه التلاميذ يقول لهم أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر يعطيكم معزيا آخر طبعا روح القدس من سميئة المعزي يعطيكم معزيا آخر ليمكس معكم إلى الأبد ليمكس معكم إلى الأبد يعني الروح القدس مش هيفارقنا إلى الأبد يعني حتى لما هنموت حتى لما هنموت هنقوم بنفس قوة الروح القدس اللي سكن فينا ده يمكس معنا إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله زي ما قلت لأنه لا يراه ولا يعرفه أما أنتم فتعرفون لأنه ماكس معكم ويكون فيكم لغاية إمتى لغاية إمتى إلى الأبد حشان كده في طاقس الكنيسة لما نعمد واحد نمسحه بالميرون المقدس لا تعاد المسحة المقدسة مرة تانية عارفين حتى لو واحد هرطق أو ثابت ينا المسحية ورجع تاني مش بنمسحه تاني مش بنمسحه تاني المسحة المقدسة لا تععد لأن الروح يسكن فينا إلى الأبد كان زمان في بداية العصر الرسولي كانت هذه المسحة ما كاتش بتبقى بزيت الميرون لو أن موضوع الزيت ده ليه امتداده في العهد الأديم في مسح الملوك والأنبياء والكهنة ولكن في بداية العصر الرسولي كانوا يضعوا اليد وكان وضع اليد ده هو يعطي المسحة ده أو يعطي هذه القوة قوة حلول الروح القدس وضع اليد زي ما حصل مع أهل السامرة في أعمال ثمانية سبعتاشر وزي ما حصل في تسعة ستاشر مع أهل أفسوس ولكن لما كتر الناس وبقاش فيه إمكانية أنه الأب الأسقف أو الكهن يضع اليد على كل واحد فانتقلت المسحة للوضع بتاع العهد الأديم اللي هي بقت مسحة بالزيت أو بزيت الميرون فاللي احنا عرفناه لغاية دلوقتي ربما مش جديد على معرفتنا العقلية ولكن ربما يكون جديد على وعينا الروح أن احنا ابتدينا نحس به بقوة أن احنا أخذنا بعد الميلاد الجسدي أخذنا الميلاد الجديد من المعمودية المقدسة ولما أخذنا الميلاد الجديد أخذنا غفران الخطية وبعدما أخذنا غفران الخطية أو مع غفران الخطية أخذنا سقنا الروح القدس اللي فينا فينا ولما سكن فينا الروح القدس صرنا هياكل لله صرنا هياكل لله أنت إنسان سماوي وإنت إنسانة سماوية وفيكم روح الله بيعمل أعمال يمكن شخصين بالنا منها أو لا تخطر على بال اتكلمنا عن بعضها لله دي ولكن كامل مرة جاية بنعمة ربنا ربنا المقدس دائم إلى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر